عندنا اول مستوى اللي هو انا جايبه كده على المستوى اللي هو الزيرو او الاودة اللي هي الدراهي اللي احنا قلنا لحضراتكو عليها السلام عليكم زيكا جماعة عاملين ايه يا رب دايما انتكونوا بخير معاكم اسلام بهجة ستورز معاكم فيديو جديد وريبيو جديد عن منتج من منتجات شركة سكاني لو حدك او مرة تشوفنا احنا مجموعة محلات في المنصورة اسمها اسلام بهجة ستورز عندنا توصيل وشحن الباب البيت في اي مكان في مصر الفيديوهات دي مش بنعملها بغرض البيع الفيديوهات دي بنعملها لان بفضل الله ناس كتير بيبتصك فينا كمرجع كويس جدا على قناة اليوتيوب لمنتجات شركة سكاني ومنتجات شركة دي اس بي هتلاقي عندك هنا على اليوتيوب بليه الاستكاملة لمنتجات شركة سكاني اي منتج جديد بيجي بنحاول احنا نوفره لحضرتك ونوريه شكله على الطبيعة خصوصا كويات البخار موجودة عندنا هنا اكتر من 15 فيديو لمعظم كويات البخار بتاعة شركة سكاني وسبع موديلات حاليا يعني وانا بعمل الفيديو في شهر تلاتة الفين اربعة وعشرين لمنتجات شكل دي اس بي المكوى دي في ناس كتير بتسميها المكوى الشبح شكلها غريب جدا شكلها قوي جدا المكوى دي الفين وانتين واط ساعة التنك بتاعها ميتين وتلاتين ميلي الموديل التاحة عشرين اربعة وتسعين بيتيجي معنا باللونين دول اللون الاخدر واللون الاحمر ما تختلفش اكتري انا اي المكاوي وانا في ريفيوهات المكاوي بالذات بيبقى صعب اللي انا اشرح لكم حاجة تانية هي الواط بتاحها وساعة الميلي التاحة اللي انا بورد لكم على الطبيعة يعني فيديو ان شاء الله يبقى قصير مش هطول فيه لانه هو اصلا يعني مش ارفراير او كابة اشرح لكم المواصفات بتاعتها الداخلية او نظامها في التشغيل بس برضو هجرب لكم مكاوي دلوقتي ونشوفها على الطبيعة عاملة ازاي نفتح مثلا الحمرة لان الخضرة موجودة قدامي هنا طبعا ايه شركة سكاني دي شركة سكاني شركة صيني المنشأ بيجي منتجاتها بتيجي معها شهادة الضمان معتمدة لمدة سنة وهتلاقي فيها عندك هنا فيديو موجود على اليوتيوب ازاي تعرف منتج سكاني اصلي شهادة الضمان اللي معاك اصلي او لا زي ما احنا شايفين المنتج اللي معايا جاي معايا شهادة الضمان من انتاء من شهادة الضمان يعني بتاعة شركة المغربي ايه اللي بيجي معها تاني بيجي معها التان كده وبيجي معها الكاتلوج بسم الله الرحمن الرحيم وقادي شكل المجر يبقى احنا كده بالنسبة لنا جبت لحضراتكو اللي موجودين منها اللون اللي هو الاحمر واللون اللي هو الاخضر دول كده اللونين اللي موجودين من المكوى اللي معايا النهاردة شكل المكوى هنا عامل ازاي حاجب اللي انا برضو اقرب لحضراتكو افضل علشان اوريها لكم على الطبيعة شكلها عامل ازاي انا بالنسبة لكده اللي انا شايفه ده هشوفه في معظم كويات البخار بس اتحققكو علينا اللي احنا نوريكو شكلها بالزبط على الطبيعة يعني المواصفاتها عاملة ازاي بالنسبة لي بلاقي فيها هنا زرارين موجودين وعندي الزرار ده موجود وده التانك بتاعها وده الحاجة اللي بتطلع الميا الزرارين دول اول زرار موجود هنا اللي هو بيبقى عليه زي علامة الشتة ده اللي بيخليه لو انا عايز يعني اطلع نقط مية عندي هنا ده الزرار اللي هو ده او كوة الانفجار لو انا عايز اتك تك كبيرة بحيث اللي هتطلع لي ضغطة بخار قوية لو انا بكوي حاجة فيها كرمشة او حاجة شبه كده وبالنسبة لي اللي فوق ده اول حاجة بالنسبة لي اللي هي علامة او علامة الزيرو دي يعني ده يعني انا كده بعمل اللي هو الاستخدام او اللي هو ما يطلعش معايا بخار تاني حاجة بالنسبة لي هنا كده انا كده بشغالها اللي هي تجيب معايا البخار بالنسبة لي ده كده البخار ده طبعا مستويات البخار بتاعها يعني انا عندي هنا كده شغالة على الدراي يعني انا كانتش تطلع لأي بخار وهنيجي هنا كده ده المستويات زي الفوليام مثلا بتاع التلفزيون كده بتاع الصوت طول ما انا شغال طول ما انا بتحكم في قدرة البخار بتاعها هعمل ازاي التنك بتملم نين التنك بتملم هنا عادي خالص وهوريل حضراتكم دلوقتي برضو على الطبيعة ونوريكم شكل البخار بتاعه عامل ازاي بس قبل ما اقفل الفيديو وقرب يعني اللي انا شغلوكم المكوى في ناس كتير كانت سألت انا بحتار في الترس ده وانا بلف في الترس انا مش عارف الترس ده بالنسبالي كده مظبوط يعني مقفولة ولا مفتوحة ولا اللي هي النظام تشغيلها عامل ازاي انا عندي فيه تحت هنا بلاقي فيه شرطة كده موجودة شايفينا حضراتكم اللي هي الشرطة اللي موجودة تحت دي دي كده طول ما انا اللي انا واقف عليه يبقى انا ده الزرار اللي انا بديله اللي اشتغل فيه يعني انا بلف في الترس عادي هنا خالص اهو بلف في الترس عادي هنا خالص الحتة اللي انا واقفة عندها على الشرطة اللي موجودة دي يبقى انا بالنسبالي كده بقول له انا عندي هنا مسلا كده ده مستوى درجة الحرارة اللي انا عايزها بس ده كده بالنسبة لماكهوة البخار مفيش فيها اي حاجة تانية تتقال ده شكلها من قدام وده شكلها من الجنب حوالي لحضراتكو برضو اللون الاخضر ده كده بالنسبة للمون الاخضر طبعا زي ما احنا شايفين الاستقال اللي تحت مش هتلاقي المكتوب عليه اي حاجة غير اللي انا قلت لحضراتكو عليها اللي هي الفين وامتين وقت والموديل بتاعها عشرين اربعة وتسعين بييجي السلك بتاعها طولها قد ايه حوالي متر او متر ونص في المستوى ده يعني هنشغلها لحضراتكو دلوقتي ونمليلكوا المكوى مية ونشوف البخار بتاعها عامل ازاي ده طبعا التانكو اللي بيجي معها ده ماكسمو مية ميلي وزي ما قلت لحضراتكو اللي ده الساعة بتاعتها متين وتلاتين ميلي يعني تاخد مثلا المية حوالي مرتين ونص كان في بعض الاستفصالات كتاك هنجات انا اجبت مكوت بخار بس للاسف فلاقيها بتسقط مية يعني انا دلوقتي بعدا ما شغلتها وجيت احطها بلاقيها بتسقط مية معايا حضرتك او حضرتك بس اهم حاجة في النقطة بتاعت مكاوي البخار اللي انا هزبط الهيتر انا ممكن يكون زبط مستوى الهيتر على مثلا المكسموم بالنسبالي اللي هو مثلا مية في المية في المستوى بتاع المية في المستوى اللي هو بتاع درجة الحرارة انا زبطه مثلا على مية في المية فطبيعي اللي انا لازم اسيم المكوى لحدا ما تسخن منفعش اللي انا هحط المكوى في الفيشة وبعدين هم قلبها على طول هتسقط معايا مية لان هي لسه الهيتر بتاعها ما سخنش اللي هو يزبط لي درجة الحرارة اللي انا عايزها واكيد طبعا ممكن يكون فيها عيدي يعني انا بتكلم بس بصفة عامة انا بالنسبة لي كده مالية التنك هاقفل الغطاء عادي خالص واسم الله واصلى على النبي بسم الله الرحمن الرحيم انا بالنسبة لي دوتي حطيت الفيشة كده لقيت اللمبة ما نوردش معايا لان انا هنزبطها على المستوى اللي هي مقفولة اللمبة بالنسبة لي كده هحرك الترس معايا من هنا هيددى اللي هي تنور معايا كده هي بدأت معايا نظام التسخين بس ايبها اللي طبعا لحد اما تاخد المستوى الطبيعي بتاعها يعني مش كتير او ممكن دقيقة او دقيقتين بتبدأ تسخم معايا بابدأ اللي انا اكو فيها اكيد يعني مش محتاجة شرح النقطة الكوي بالنسبة لماكوت البخار هنوري بس الحضراتكو دلوقتي نظام التشغيل بتاعها عامل ازاي هي سيخنت معايا كده دلوقتي عندنا اول مستوى اللي هو انا جايبه كده على المستوى اللي هو الزيرو او الاودة اللي هي الدراهي اللي احنا قلنا لحضراتكو عليها وعندي في الاخر هبدأ اللي انا بالنسبة لي كده بتبدأ اللي هي تشتغل انا كده بالنسبة لي بضغط على الضغطة اللي هي بتاعت انا قلت لحضراتكو عليها طبعا هي لسا مسخنتش معايا لان انا جايبها على المستوى اللي هو الاخير طبعا هي اول لما بتسخم معايا اللمبة بتاعت الهيد يعني هي سخنت فاللمبة بتطفي ببدأ اللي انا اشتغل عليها انا بصبط المستوى بتاع درجة الحرارة اللي انا عايزه فيه لمبة برطقاني هنا اللي هي باينة من تحت دي اللمبة دي طول ما هي شغالة بتنور يبقى الهيدر معايا شغال انا بالنسبة لي كده ببدأ اللي انا بكوي عادي خالص بقى ما فيش اي مشكلة زي ما حضراتكو شايفين طبعا انا جايب مستوى درجة الحرارة اخر حاجة وهبدأ اللي انا اطغط كده عادي خالص ما شاء الله مستوىها قوي جدا زي ما حضراتكو شايفين مكوى فعلا محترمة الموديل بتاعها زي ما حضراتكو اللي هي الفين وامتين وقت ولو فيه اي استفسار او فيه اي حاجة لما قلتهاش سامحوني حطوها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت باي استفصال ليك اسلام بهجة ديلة الالكترينيات